ومن مدينة سهاج حيث شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح عدد من المشروعات ينضم إلينا محمد رفعت مراسل التلفزيون المصري محمد بعد التحية يعني ضعنا في ملخص ما تم افتتاحه اليوم من المشروعات التنمؤية المختلفة بمحافظة سهاج نعم ما زالت زيارة التاريخية لسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظة سهاج مستمرة حتى الآن منذ الصباح الباكر ربما بدأ الزيارة بافتتاح القرية النموذجية وافتتاح المشروعات الموجودة في القرية النموذجية الأولى في محافظة سهاج وهي قرية أم دومة وهي واحدة من 181 قرية على مستوى المحافظة بتتم فيهم أعمال إعادة التأهيل مرة أخرى ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تبلغ تكلفتها الإجمالية في محافظة سهاج 40 مليار جنيه تقريبا لخدمة أكثر من 3 مليون مواطن لدينا في محافظة سهاج 2656 مشروع خدمي متنوع في كل قرى تقريبا المحافظة لدينا 7 مراكز بتم تنفيذ هذه المبادرة الرئاسية فيهم الجولة أو المحطة الثانية كانت افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحور طمى على النيل بطول 7 كيلو متر وحجم استثمارات بلغت حوالي 550 مليون جنيه ويربط هذا الطريق الحيوي الطريق الصحراوي الغربي بالطريق الصحراوي الشرقي مرورا بالطريق الزراعي ونهر النيل ومن ثم سوف يسم هذا المحور الهام في تنشيط الحركة التجارية والسياحية خاصة وأن محافظة سهاج تمتلك أربعة مناطق صناعية كبرى فضلا عن العديد من المناطق الأسرية الهام الزيارة أيضا شهدت افتتاح مجمع الصناعات الصغيرة بجرجة وهو واحد من 15 مجمع تم إنشاؤهم على مستوى الجمهورية هذا المجمع الموجود غرب مدينة جرجة بيضم 178 وحدة صناعية تكلفت عملية الإنشاء هناك مليار جنيه ويوفر 14 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر لأبناء محافظة سهاج الزيارة شهدت ربما تكريم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من رموز المحافظة وأسر الشهداء من رجال الجيش والشرطة ومن كان من أبرزهم ناجل فضيلة الإمام الأكبر للراحل الدكتور محمد سيد تنطاوي شيخ الأزهر وأسرة الشهيد البطل نبيل فراج ابن محافظة سهاج ربما نحن على بعد دقائق قليلة ويفتتح أيضا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مستشفى الجامعي الجديد في مدينة سهاج الجديدة غرب مدينة سهاج الأم وهو واحد من أكبر المستشفيات والمؤسسات الصحية مش بس في محافظة سهاج في محافظات السعيد القوة الاستعابية لهذا الصرحة الطبي الكبير بتبلغ 300 سرير ومجهزة بأحدث التقنيات الحديثة في مجال الطب وبلغت الاستثمارات في هذا المشروع أو تجاوزت ربما 2 مليار جنيه بالإضافة إلى أعمال الفرش الخاصة بهذا المكان إجمال المشروعات السيد الرئيس مجلس الوزراء أعلن خلال هذه الزيارة أن إجمال المشروعات وحجم الاستثمار الذي تم ضخه هنا في محافظة سهاج منذ عام 2014 وحتى الآن وصل إلى 102 مليار جنيه وهذا رقم كبير جدا هنا في محافظة سهاج محمد يعني حتى الآن ملخص زيارة السيد الرئيس لمحافظة سهاج نعم محمد يعني أنت رأيك كيف تنقل لنا نبض المواطن في سهاج وكيف غيرت هذه المشاريع التنموية الهامة من الواقع الذي كان يعيشه المواطن في سهاج أنا عاوز أقول لك أن حالة من الفرح الشديد وربما والبهجة بين أبناء محافظة سهاج بسبب هذا الكم الهائل من المشروعات اللي بدأ يخش في كل قرى محافظة سهاج نحن بنتكلم هنا عن 181 قرية أم بدأت تظهر فيها مشروعات 25 قطاع خدمي بتم تنفيذه مشروعات في 25 قطاع خدمي بتم تنفيذه في 181 قرية على مستوى المحافظة الحال هذه القرى تغير تماما لدينا مدارس للغات والسنوي بدأت تدخل في هذه القرى مشروعات مياه الشرب زي ما أعلن الشركة المية هنا في محافظة سهاج أن أكثر من 95% من أبناء محافظة سهاج الآن بيشربوا كوب ماء نظيف فيما يخص مشروعات الصرف الصحي وهذه الجزئية هامة جدا ربما خدمة الصرف الصحي كانت تصل إلى 10% فقط من أبناء المحافظة حتى الآن ومن خلال هذه المبادرة تجاوزت 30 أو 40% ده كله خلال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة محافظة سهاج بتستعد الآن مع انطلاق العام الميلادي الجديد إلى انطلاق المرحلة الثانية وأيضا هي المرحلة مهمة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة وربما تضم مركزين من أكبر مراكز المحافظة مشروع آخر مهم أيضا استفاد بأبناء محافظة وأثر كثيرا عليهم هو مشروع يعني إعادة تأهيل وتبطين اتراع والمجاري ومساقي المائية هنا في محافظة سهاج الذي سهم بشكل كبير جدا في توصيل المياه إلى نهايات اتراع ومن سمى خدمة المزارعين وتوسيع الجسور داخل القرى وخلق فرص عمل للشباب بنعاوز أقولك أن أم دومة اللي افتتحها السيد الرئيس النهاردة نموذج هيكون لباقي قرى المحافظة اللي بالغ عددهم 181 ده بالإضافة إلى النجوع والكفور التابعة لهذه القرى نعم أشكرا جزيلا شكر محمد رفعت مراسل التلفزيون المصري كنت معنا عبر هواء مباشرة من محافظة سهاج